ثم أذنى ثم أقام فصل الظهرى ثم أقام فصل العصرى ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسوى إلى الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيديه اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القسواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلته فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس